السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا السكن يطيك نمط محارب قديم أو أسطورة أو آلهة عندهم أوكي تحول لك السفينة إلى سفينة كأنها سفينة شراعية أو سفينة من أصور الحروب الوسطى يا شباب شيء جميل رائع رهيب أيضا بـ 14 ألف جولد راح يكون يا أصدقائي للأمانة لسكننات أثنيات هين جدا جميلات جدا جميلات يعني سكن كان بالسيزن القادم سكن الفاتع فالماسا كان سيئ وسكن الأرسنا حلو لكن هالسيزن هذا وبالتحديث هذا السكني اللي دا شوفوا قدامكم هنه جدا جميلات نأتي الآن إلى الشغلات المجانية أقول شيء يا شباب أهل تير 2 واللاعبين مبتدئين هذا التحديث ممتاز لكم جدا أول شيء راح نجأ على المتجر فعندنا بالمتجر ضافونا صاروخ تير 2 بـ 500 صاروخ إمكانيته جيدة دمجه جيد والصاروخ يعتبر أسرع من الصوت ضافونا كذلك صاروخ B أو YG-18B الضافة أو المطور عن YG-18 يطلق أطلقتين بسرعة على وإمكانية اختراق أفضل من الصاروخ القديم لكن عيب الأساسي هو البدن مالصاروخ 15 بالنسبة للصاروخ السابق 85 يا أصدقاء ولنجي نقارن مع أفضل الصاروخ تير 3 تحت لفل 20 فيبقى الـ MK2 برأيي هو رقم واحد بهن بسرعة عالية مع متانة ممتازة واختراق قوي إذن MK2 يبقى الأفضل من الـ YG الليفلات الباقية ما ضافوا شيء كمدافع يا أصدقائي فماكو أي مدفع أضافي بهذا التحديث أن أنت عمدافع الأوتو مدافع الأوتو عندك ضافو لك مدفع جديد هو MK38 يا شباب رح يكون بـ 25 مدفع بريطاني ينافس مدفع راوتفاير بشكل سريع ضرر متى بضربة الـ 91 على المو ماكس السرعة 777 أنا مدى 2 كلماتر هنا ضرر 130 لكن بسرعة أقل ومدى أعلى يا أصدقائي إن شاء الله هنجربها وسوي اختبار عليها بإذن الله بالأيام الجاية نأتي للدفاعات الجوية فضافو لك بالدفاعات الجوية الدفاع الجوية لـ tier 2 أم داعش شتورم الروسي يا أصدقائي حيكون موجود عدكم دفاع صاروخي بـ tier 2 أما tier 3 فماكو أي أضافة الراجمات لم تضاف أي راجم بالمجاني التوربيدات تضافونا توربيد جديد سبير فش يا شباب هذا التوربيد حاليا حاليا يعتبر بهذا التحديد الأرفه هو أقوى توربيد بالدمج المجاني يعني أقوى توربيد مجاني تشتري بشدات بالدمج الدمج ماته 33 ألف بدون تطوير ماكس مروحيات ما عدنا أي إضافة مروحية جديدة بالشدات الطائر دفاعية ما عدنا أي دفاعية بالشدات الطائرات الجميع ضافونا طائرة ياك 38 أصلا طائرة هذه الطائرة تدريب تعتبر ضافوناها لـ tier 2 طائرة مقاتلة ضاربة يا أصدقائي الدرونات والمقاصفات لم يكن هناك أي أضافة حلوين هل نتي إلى القطع البحرية فأهم شي بتيرتو حاليا وضافوني صراحة هو حاملة الطائرات الجديدة أو حاملة الطائرات الهجومية خلنا نقول RF الاسم صعب صراحة نوفوروسكي أتوقع نوفوروسكي RF نوفوروسكي يا أصدقائي أمكانيات قوية جدا لهاي الحاملة وشي رح أسألكم عنها في فيديو بإذن الله اليوم أتوقع إذن الفيديو عليها كتجربة لها بـ tier 2 تمتلك صواريخ وراجمة وطائرات الجميع طائرات دفاعية مروحية مدافع أوتو مغلقة خاصة بها و 6 دفاعات جوية تخيل 6 دفاعات جوية مع 3 أو 2 مدافع أوتو طائرات الجميع دفاعية وشي جميل وراجمةين وأربع صواريخ اختبر هذا طلقة طلقتين روعة وشكلها حلو وهي قديم انتاجها كانت بيلا كدهنا 1978 بالنسبة لـ tier 3 كقطع بحرية لم تضف أي قطعة جديدة إلا رح نقولها السماء الرويال باس يا أصدقائي الآن تعال بشكل سريع قد ما ندخل الرويال باس الإعدادات أنا سنحنين ما نضافلي بس اضافوا بالإعدادات 144 فريم للأجهزة اللي تحمل هذا الأمر شاركي رأت أنه وصلحنا إلى قلتشات والمشاكل اللي كانت موجودة سابقا بالتحديث الماضي كذلك قال عدنا على نظام اللعبة حتى يقدرون الناس اللي موبالاتهم ضعيفة وجدتهم ضعيفة تتوالموا موية اللعبة الآن يا أصدقائي وهذا الأمر صراحة أني اختبره بالنسخة العالمية ونشوف اللاعبين بالنسخة العالمية يا أصدقائي احنا مثلا عدنا قليتش الكشف مهم جدا هذا مشكلة به صاير كذلك عدنا قليتش الدميج اللي يجيك بعد ما تفجر عندك صواريخ أو صواريخ تحس نفسك أنه شعلات طايتها وعبرة الصواريخ انفجرت بالشعلات وبعد يتقل نفسك دمك نص طاير أو تتفجر فمفوضة أني قليتشات تكون الشركة صلحتهم يا أصدقائي تعالوا للرويال باس اللي رح يكون المدفوع ركزوا يا زيان الرويال باس اللي رح يكون بعد ما وصلنا غراضة لكن رح تكون طائرة تي اف اكس التركية هجومية موجودة بالفي اي بي مروحية اتاكر موجودة بالفي اي بي وصاروخ اتاماكا رح يكون موجود بالفي اي بي ثلاث شغلات بالفي اي بي رح تكون موجودة وإن شاء رح نختبرها لكلهن يا شباب البريميوم موجودة بي راجمة ودفاع جوي بالمدفوع كذلك أما المجاني فالمجاني اللي عرفناهنهه تكون اتش ام اس رح يكون هنا وعدنا مدمرة مدمرة يا شباب جديدة تنضاف إلى اللعبة مجانا وهي المدمرة بريطانية أما شاء الله ترواي الباس المجانية الثانية فللآن ما عرفتها بالتحديد شنه هي للأمانة إن شاء الله حاول أطلع عليها تبقى أمر آخر ومهم نحن نعرف مفروض تكون أقل شيء ثلاثة أربع قطع بحريب هذا التحديث اللي نضافت لنا قطعتين بالتحديد واحدة رويل باس واحدة تير تو أين القطع الباقية ما ندري يا أصدقائي هذا التحديث ما ضعفونا بهذه الأمور أسألة رح تتبادل بالأذهان وتنسيه بالشات وجزء حتى بالدسكورد وحتى باح من استعرضة الأمر ببث مباشر مباشرة أنه هذا التحديث مخيب للأمال بشكل كبير بالنسبة للناس آنوا ياكم بدون ما نجرب غراض رويل باس حاليا خلعوا فعلى صفحة فالتحديث انطيته خمسة من عشرة موجه لتير تو وليس موجه لتير ثري بالدرجة كبيرة ممكن الحسن تينا الوحيدة اللي ممكن بعد ما نجربها هي مدفع الأوتو والطوربيت يبقى الرويل باس اللي نحكم عنيه بعد ما نجرب الغراض السؤال الآخر ليث اللعبة ظلت على وضحها شن الفائدة شن نسوي إحنا عذا ظلت الأمور هذا خلال الشهرين ثلاثة القادمات للأمانة وبكل صراحة ومحايد بشكل كبير أنا أكون اللعبة الضيعة اللعبة الضيعة 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 خصوصا بعد نزول العاب كثيرة وفهمت بعض الأمور أو استربت لبعض الأمور مستربت خليقوا وجدتنا معلومات نقول تسعين مئة مؤكدة وعشان مئلة أنه الشهر القادم اللي هو شهر الثالثة الثلاثة عمر يا شباب راح تدخل مطورين وارثاندر اللي يطورون لعبة يعني حيحطهم بصمة عندهم باللعبة يعني بشهر الثالث راح تكون أكون بصمة قوية لهم بلعبة مودرين وارشب فهذا التحديث خلنا نعتبره بغراضة حالية مدفوع والغير مدفوع بالمنسيات وننتظر التحديث القادم يا أصدقائي انتظرونا إن شاء الله بتجارب القطع البحرية والأسلحة بشكل كامل اليوم وغدا وبعد غدا وتجارب كذلك غراضة الرويل باس إن شاء الله عليكم تعليقاتكم في أمان الله اشتركوا في القناة